تابع صاحب أسمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزارة المقر باهتمام بالغ الحادث الأليم الذي وقع لحملة بحرينية متجه إلى العراق في منطقة العبدالي بدولة الكويت الشقيقة وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين ووجه أسموه كل من وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل عودة جثامين الضحايا إلى مملكة البحرين كما أمر سموه الجهات المعنية بمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم ونقل الذين تسمح حالاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات مملكة البحرين وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن صادق تعازيه ومواساته لأهالي المتوفين في الحادث الأليم سائلا المولى عز وجل يتغمدهم بواسع رحمته معبرا سموه عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل موسيقى